أهلا بكم في حلقة جديدة من القرآن دراسة وتحليل المنافقين المنافقين زي ما احنا عارفين أو كمسلمين سابقين نقول فلان ده منافق بيتظاهر بالإسلام وهو فقالبه حاجة تانية هل القرآن بيقول على المنافقين اللي هم الناس اللي بتظاهروا بالإسلام وفي ألبوم حاجة تانية هم دول المنافقين طيب هل القرآن بيقصد ناس تانيين أنهم هم المنافقين فخلينا نرحم الأخ مالك أهلا بك أخت فرحة وأهلا بالأخو المشاهدين في كل مكان نتمنى كمان يمكن أنتم معنا بهالرحلة الجديدة حتى نتعرف على من هم المنافقون في القرآن طيب خلينا قبل ما نقول المنافقون في القرآن إيه لهم المنافقون في الفكر الإسلامي صحيح بالله بالنسبة أن على الأقل الشيء التي تعلمنا والتي تعودنا عليه المنافق هو الشخص الذي أعلن الإسلام وهو في باطنه الكفر بمعنى أعلن الإسلام ظاهريا ولكن قلبه ليس مع الإسلام وبالمناسبة عبارة المنافق والمنافقين والنفاق يعني بمعنى مفردات كلمة النفاق لم ترت كثيرا في القرآن يعني حوالي أربعين مرة وازلت أعتبر بشكل من الأشكال كثيرة أبعين مرة ومش كتير؟ نعم لا أعتقد ليست كثيرا ولكن أظن أني أهمية النفاق يبدو أني كانت تشكل في أحد المراحل تحدي كبير لمحمد أهمية النفاق التسعة التعريف اللي نحن نعتاد عليه ما أعتادين عنه هذا هو التعريف على سبيل المثال لدينا ابن قيم الجوزية في كتابه مدرج السالكين يقول أن النفاق يوجب الخلود في النار في درك الأسفل وهو يظهر للمسلمين الشخص المنافق هو يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذوب به لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشرا جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه ويذرهم بأسه ويخوفهم يقابل يعني بمعنى أن الشخص المنافق هو الشخص الذي يعنى كل أشكال الإيمان اللي قال فيها محمد الله والملائك إلى أخره ولكن عملين هو لا يؤمن بأي شيء من الأشياء ده اللي موجود بحسب الفكر الإسلامي طب بحسب القرآن المنافقين بيوصفهم أو بيقول عليهم إيه يعني المنافقين دولة هم مين هل نأخذ نموذج من نموذج الآيات التي ذكرت كلمة المنافقون ونرى أن كانت على ماذا تنطبق يعني ما هي التعريف الذي يمكن أن نفهم هذه الآية تقول الآية في نفس الصورة في نفس الصورة لو نحن قررناها من اكتشف أن يقول أن هؤلاء الناس تهموا في الكفر أن في الآية بعد آيتين في الآية رقم ثلاثة يتموا في الكفر يقول يعني قال أن هؤلاء الناس المنافقين وصفهم في البداية هم أصلا يعرفون أنهم مسلمين ولكن طريف أني بعد آية 2 في الآية رقم ثلاثة ذلك بأنهم آمنوا وكفروا إذن فيقول لنا صفة أن هؤلاء الناس آمنوا بمعنى آمنوا ثم كفروا بمعنى يدخلوا إلى الإيمان وخرجوا من الإيمان فإذن على الأقل هم لا يخضعون للتعريف الشائع بأنهم يعلونون الإيمان ويبقونون الكفر إذن أصبح كفرهم أو خروجهم عن الإيمان أمر ظاهر النقطة الثانية في صورة المنافقين أني التفاصيل موجودة تعطني إيحاء على أن هؤلاء الناس لا يمثلوا ناس أعلنوا الإسلام وبقوا كافرين في الصر لكن يمثلون أعتقد ظاهر تنفاق بين خوفين هو لقب سمي فيه ناس يعني يؤمنون بفكر ديني مختلف عن فكر محمد مش فهمه يعني أنا أعتقد النفاق بين القوسين لم يكونوا هؤلاء الناس بمعنى من المعاني المسلمين بأي شكل ولكن كانوا يؤمنون بفكر ديني مختلف بمعنى يمثلون معارضة دينية إلى محمد معارضة يبقى هم معارضة دينية يعني مش منافقين لأنهم بيقولوا إحنا مش موافقين عليك علنية يعني أنا أعتقد أن المنافقين هم أناس من جماعة دينية مختلفة عن جماعة محمد إذن هم يعارضون محمد من منطلق ديني مختلف عن منطلقات محمد طيب إيه هي المؤشرات في القرآن اللي بتفيد أن دولة معارضة اللي بيدل على جملة من الأشياء اللي بيدل على معارضة أول مسألة للقرآن لما حاولي يعالج موضوع نفاق حاولي يدعي يقدم إنا اتهام يقول أنه يتميز هؤلاء المنافقين بأنه إيمان شكلاني وليس إيمان يعني خاضة للقلب كيف إيمان شكلاني؟ قال لهم مثلا في صورة النساء الآي 142 قال بأن هؤلاء الناس يقومون للصلاة هم كسالة عندهم كسال في حالة الصلاة هكذا اتهمهم دولة معارضة؟ لا حتى الآن ليس معارضة هؤلاء يعني بمعنى هذه الفئة التي سمت هؤلاء إلى الآن لا يخضعون هم كسالة في التخصص بتاعتهم ولكن أنا أقول أنهم معارضة ولكن ننتظر قليلا طيب قال في مكان آخر ماذا قال عنهم؟ إذا رأيتهم توجبك أتسامهم وأن يقولوا تسمع لي قولهم كأنهم خشبون مسندة يحسبون كل صيحاتهم عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكم لازم هنا تبدأ بخطوط جديدة نتلمسها عن صفتهم يقول أن هؤلاء الناس أتسامهم أو أشكالهم مهيبة أيها أن يقولوا تسمع لي قولهم ولكن يعطيكي صفة مختلفة عنهم أن هؤلاء في الحقيقة هم العدو فحذرهم طيب لماذا حذر منهم العدو طبعا راح يمكن مشاهدي يقول أني طيب لأنه هذول الناس أعلنوا الإسلام واصطبطنوا الكفر يمكنك يقول ولكن أنا ما زلت أقول أني هؤلاء الناس هم وناس جماعة دينية طرف الدعوة محمد اللي هم الآية اللي هي أربعة لا ستأذي الآية إذا مشينا أيضا لنأخذ معلومات أكثر عن المنافقين يعني إحنا لسه الغاية دلوقتي عد حال نحط الصورة المبدأية نبلور فكرة المنافقين يبقى الأول المنافقين اللي هم بيروحوا يصلوا المفروض برأي حيب يصلوا لكن متكاسبين التاني شكلهم يعجبنا أكسامهم وأقوالهم لكن هم برضو عدو بيعتبروا عدو في صورة المنافقين قال آمنوا ثم كفروا لأي رقام ثلاثة أو آمنوا ثم كفروا كما تكفروا هي ملفت للنظر بالزبط آمنوا ثم كفروا ولكن إذا تابعنا أكثر ممكن نشوف أن هذه فئة بصراحة هي فئة معارضة بالمعنى الديني وإذا ممكن نتابع نتابع خلينا نشوف النص اللي رح يكشفنا كتير أمور عن صفات هؤلاء الناس وأسقل لهم لهؤلاء المنافقين قل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول لرأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فلعظي أختفرح العبارة أتى محمد إلى هؤلاء الناس اللي سمه المنافقين وقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وأنا ليجي لكم فهؤلاء يصدون سدودا إذن رفضوا الإيمان ورفضوا الكلام اللي قدمه محمد فإذن أين بين قوسين صفت أن هؤلاء الناس آمنوا وكانوا لا يؤمنون في الباطل هنا ده هم رفضين من البداية المبدأ رفضينه بشكل علني يقول عنهم القرآن صفهم يصدون عنك سدودا يعني هؤلاء الناس يرفضونك رفضا ظاهرا يا محمد فإذن أول اتهام أن هؤلاء الناس كانوا يؤمنون بدعوة محمد كذبا وفي الباطن غير ذلك لا القرآن يفندها القرآن يقول أنهم يصدون عن محمد سدودا إذن هؤلاء الناس يجاهرون برفضهم لدعوة محمد بالضبط كده فإذن من هؤلاء الناس الذين يجاهرون الصراحة بعدم إيمانهم لمحمد في مكان آخر نحن نقول أن في سورة المنافقين الآية للصورة الملفتة النظر في سورة المنافقين في عن النص يقول أن في سورة المنافقين يقول لهم الله تعالوا يستغفر لكم الله ورسوله الآية رقم 50 ولكن ماذا يكون موقفهم في سورة المنافقين يقول ويصدون ويستكبرون يقول أن هؤلاء الناس عندما يقول لهم محمد تعالوا حتى يغفر لكم الله ويستغفر لكم رسول الله فيرفضوا يرفضوا ويستكبرون يبقى هم دولا مماش منفقين ولا أعلنوا الإيمان بمحمد ولا الإيمان في الإسلام ولا في دعوة الإسلام لأنهم رفضوا أن يتشفع بهم أو أن يستغفر لهم محمد رفضوا الإيمان وغفران إله محمد وهم سمهم قران يصدون أي يرفضون الدعوة والإضافة إلى ذلك المنافقين خمسة قال أنهم يستكبرون بمعنى يترفعون ويستكبرون عن الإيمان بدعوة محمد إذن أخي مالك برضو فكرة أنه يجيب على ناس معرضة أنهم ما فيش في الآيات بتقول أن دولا بيبطنوا حاجة ومن بره حاجة تانية دوش كده بيقولوا لا إحنا مش أنقمن صحيح يعني المنافقين ثلاثة قال أنهم ثم كفروا المنافقون خمسة قال يصدون ويستكبرون في عنا صورة النساء 61 قالوا يصدون عنك صدودا فإذا بكل جرأة وبكل صراحة حول الناس كانوا يتمتعهم بالقدرة على أن يقولوا لا نحن لا نخضى يواجهوا هم لم يكونوا يغاربون لم يكونوا يخافون لم يعلنوا أبدنا الإيمان في إله محمد ولا في دعوة محمد في صفات تانية للمنافقين يعني ذكرها القرآن على المنافقين نعم بيعطينا أي حق يعني الصفات الأخرى الموجودة في القرآن نفسه على أن المنافقين يشكلون طرفا من أطراف المعارضة الدينية لمحمد أو جزء من دعوة من معارضة دينية لمحمد ماذا يقول في أي أخرى يعني أحيانا من الجميل الشخص أن يتوقف عند النصوص القرآنية ويحللها ويتمأم بها لأنه حيانا تكشف الأضواء صحيح أنه في عنا حجوب التفسير وعنا فيه شكوك كثيرة عن موضوع كيف نقل إلينا المصدر التاريخي الإسلامي ولكن ما زلك بإمكاننا أن يعني لو توقفنا بهدوء وأن نحلل النصوص القرآن بتأودة أن نصل إلى يعني كواشف خطيرة عن بدايات الدعوة الإسلامية ماذا يتقول في صورة المنافقين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يريدون أن يتحاكم إلى التغوط وقد أمروا أن يكفروا بك يعني لحظي هنا مرة تانية هؤلاء الناس قالوا فسلم محمد أني عندهم هنا الإيمان الخاص أني أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني هنا الآية دي هم بيقولوا إحنا بنؤمن بما أنزل إليك نعم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكم إلى التغوط عندهم مرجعية أخرى غير مرجعيتك وقد أمروا أن يكفروا بي فالواحد لاحظي يمكن أن يكون محمد تقدم لهم دعوة دينية هذه الدعوة الدينية باعتباء هم قالوا له أنه نحن معنا ضد الشعب تقدمه ولكن عندنا مرجعية مختلفة عن مرجعيتك نحن يا محمد أنت عبدالك كلام نعتبر صح كويس لحظة كلمة يريدون أن يتحاكم إلى التغوط وقد أمروا عندهم مرجعية أخرى طب من هو التغوط الذي أمر أن يكفروا به عندهم مرجعية أخرى هؤلاء ناس عندهم مرجعية أخرى صورة المنافقون الآية 7 يتقول عنهم الصفات المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات الأرض أول صفة ولكن المنافقين لا يفقهون أول صفة هؤلاء معارضة مكشوفة يقولون صراحة لا تنفقوا يعني لا تساهموا ماليا بدعوة محمد بأي شكل لا تنفقوا على من عند رسول الله أبدا يعني هؤلاء الناس عندهم مجاهرة يقولون نحن نرفض المساهمة ونشجل أخرين عدم المساهمة المالية في دعوة محمد فإذن هؤلاء يعني لا يبطنون يصدونها بشكل مكشوف يستكبرونها بشكل مكشوف وبيقولوها صراحة ما تنفقوش على من عند رسول الله يعني وطحين نعم صحيح اللي بالفت للنظر كمان أني نحن كمان لما بنسمع قصة يقول أني بعد هذه بتأخذ بتقول مصادر بين قوسين المنافقون استغلوا الفرصة للنين من المسلمين طيب السؤال إذا كانوا هؤلاء الناس نالوا وهاجموا المسلمين وسخروا من دينهم بشكل أعلني بعد مركة أحد فإذن واضح أن غير المسلمين يعني المنافق سوف بالزبط حيبطن بشيء شيء ويزر بحاجة شئة تانية يعني ربما يكون هم سوف يعالن الحزن ويبطن المؤامرات ولكن هم لم يعلنوا يعني لكن أعلنوا المؤامرات أعلنوا وبمعنى المواجهة مكشوفة ما كان عندهم أنا النص كمان كشف لأبن أبي حديد يقول يعني ابن أبي حديد عن الوقدي قال الوقدي وجعل ابن أبي كان يسموه ابن أبي سلول رأس المنافقين والمنافقين معهم يشمتون ويسرون بمأصاب المسلمين يعني جماعة كانوا يجاهرون علنا بكراهيتهم ورفضهم للإسلام ويظهرون أخبح القول ورجع عبد الله هذا ابن أبي الأبني وهو جريح رحل عن ابنه فبات يكوي جراح بالنار رحل ابنه كان جريح لأنه من أسر المعركة كان مسامة مسلم ثم ذهب تعمت الله وأبوه يقول ما كان خروجك من محمد شوف هذا السؤال إلى هذا إلى هذا الوجه برأي أصاني محمد وطاع الوالدان ولله كأني والله والله لكأني كنت أنظر لهذا فقال ابنه الذي صنع الله لرسوله والمسلمين خيره إن شاء الله قال وأظهرت اليهود القول السيء وقالوا يا محمد ما محمد إلا الطالب ملك وما أصيب هكذا النبي قط في بدنه وأصيب أصحابي وجال المنافقون يخزلون عن رسول الله يعني بمعنى الجماعة كانت عن مكشوف مكشوف وأظهرت اليهود ويأمرونهم يعني عن أرعبين بالتفرق عنه وقالوا أصحاب النبي لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل يعني لاحظوا لو أنتم كنتم بأيانين معنا فإذا مكشوفين يعني ما كانوا أسرار حتى سمع عمر بخطاب ذلك في أماكن فماشاء الله يستأذن في قتل ما سمع ذلك منه من يهود والمنافقين فالجماعة كانوا يجاهرون يقول طيب أنتم لماذا ذهبتم مع محمد أيها الياثاربي لماذا لم تبقوا معنا يعني كانوا يضعوا نفسهم على الطرف يقولون نحن نحن طرف مقابل طرف محمد يعني هؤلاء كانوا جماعة دينية أو عندهم جماعة سياسية ولكن كانوا جماعة الانكيان واضح وعلمين كده مش مخبيين نعم وحتى ابن أبي سلول كان ناقد وناقب من ابنه لأنه التجأ لني لمحمد وقال لماذا أني تعصيتني وقالوا لو كنتم بقيتم معنا وأصابكم ما أصابكم يعني جماعة ما كانوا خائفين أنه كانوا مجاهرين كانوا ينتمون عارف يا أخي مالك يعني إيه أنت بتتكلم كده افتكرت عبد الله بن سلول وإنت نفسك لقيتك بتقول رأس المنافقين رأس المنافقين كما يقل في المصادر آه رأس المنافقين الراجل ده كان واضح جدا لم يكن رأس المنافقين كان رأس المعارضة يعني معلش مش خروج عن الموضوع بالعكس لما محمد راح صلى علي لما مات لما كان بيشغل الفتيات ولا تكريه فتياتكم على البغاء بيشغلهم في البغاء كان محمد عادي خالص ونزله آية لا تكريه فتياتكم عن البغاء لما اتكلم على عائشة في حديثة الإفك هو الوحيد اللي ما تضربش فمين المنافق هنا الراجل كان واضح نعم تفضل خلصت أنت جزئيتك نعم طيب يبقى احنا كده فهمنا أخي مالك أن الناس دولة كانوا معارضة أو في معسكر مختلف مختلف عن المسلمين صح؟ صحيح آه وبمكننا حتى اخت فرحة ممكن احنا نقول أنه كان في نظر القرآن الناس مقسمين إلى فئات يعني ديبانا عندما يتحدث محمد عن الكيانات الاجتماعية الموجودة عنده كان يحكي بصفات أنه نحن لدينا مجموعة مؤمنين لدينا مجموعة منافقين لدينا مجموعة الفلانية أهل الكتاب عن الآية التالية المدسر 31 مدسر 31 آية يقول وَلَا يَرْتَابَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ وَالْمُؤْمُنُونَ وَلَّيَقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلْبُهُمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُ أربع مجموعات كانت موجودة أنا زاك رغم أن المدسر ممكن تكون في صور الفترة المكية عموما ولكن اللحظة هذه أربع مجموعات من الناس أهل الكتاب أهل الكتاب هذه المجموعة الأولى والمؤمنين المؤمنون من المسلمين أو بغض النظر منهم ولكن المؤمنون اللي كانوا من جماعة محمد وَلَيَقُولُوا اللَّذِينَ فِي قُلْبُهُمْ مَرَضٌ مِنْهُمْ فِي قُلْبُهُمْ مَرَضٌ مصادر الإسلامية تقول للمنافقين طيب المدسر ما كانت موجودة في عصر عصر المكة ما كان فيه منافقين ولكن هؤلاء الناس الذين لهم إيمان مختلف عن إيمان محمد وقالوا له نحن لا نقبل فيك كانوا يسمم الذين في قُلْبُهُمْ مَرَضٌ ليه بقى ما كانش فيه منافقين أيام مكة ليه لأنه ما كان طبعا ما كان فيه وضعية القوة لنقول الناس بالزبط كده يعني معناها أن الناس كانوا داخلين للإسلام طبعا يا فنش محتاجين لقوة ولا حاجة خليهم منافقين صحيح زي أبو بكر وجمع دول فدائما كان منافقين يسمى الذين في قُلْبُهُمْ مَرَضٌ فالذين في قُلْبُهُمْ مَرَضٌ كان بالنسبة لمحمد على ما يبدو محمد كان ينتمي إلى مجموعة دينية ما فهو يمثل مجموعة أي إنهو يمثل مذب أو فريق في مجموعة معارضة قالوا له لا نقبل بك فسمهم الذين في قُلْبُهُمْ مَرَضٌ ثم المجموعة الرابعة المنافقون آفا الكافيون لدينا أربع تقسيمات في هذه الآية وهي ملاحظة كانت تقدم بها من قبل نول ديكي في كتاب وطاريخ القرآن قال إن هذا النص بيشيرنا على أربع مجموعات كانت محيطة في محمد أنا زعك مجموعة أهل الكتاب مجموعة المؤمنين بغض النظر هل هم المسلمون أم لا مجموعة المعارضة الذين في قُلْبُهُمْ مَرَضٌ اللي هم المعارضة المنافقون يعني المعارضة والكافرون طيب سؤال ممكن تجيب لي الآية واحد في صورة المنافقين لا يا رقم مرة تاني أرجع لك آه آه رجع هالي كده نفس محت نفت نظرك موضوع آه طيب هاي آه طيب إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون طيب سؤال إحنا من اللي فات حضرتك عرفت لنا إن المعارضة ها دولة كانوا سماهم محمد منافقون صحيح طيب في الآية دي بقى المنافقين اللي هنا دولة ها تبع المعارضة ولا تبع إيه بالزبط طيب هلأ لاحظنا أنت نحن لما استعرضنا الصفات الموجودة في المنافقين في القرآن لاحظنا بشكل من الأشكال أني لا تكون عليها واحدة صفة يعني مرة قال يصدون عنهم ومرة يقولون أنك نؤمي بما أنزل إليك منلاحظ أني مرة يقول أني يصدون بشكل مباشر ومرة قال أني نؤمي بما أنزل إليك فصلنا في حيرة أني نحن يعني نفط لي صفات النفط ولكن لما مناخد الآيات ومن قسمة بهدوء وبجدولة منتوقع أني نحن لدينا طرف معارضة بين قوسين المنافقين ولكن هذه المعارضة إلى تيارات مختلفة بمعنى المنافقين ينقسمون إلى ثلاثة تيارات أنا أعتقد أن المنافقين أو المعارضة مقسمة إلى ثلاثة تيارات يبقى المعارضة خلينا نسميها صح المعارضة تنقسم إلى ثلاثة تيارات نعم ثلاثة تتجماعات خلينا أقول المنافقين أو جماعة الأولى جماعة المعارضة جماعة المعارضة هي نص واضح في سورة البقرة عندما يتحدث عن المنافقين واضح أن يهون المعارضة هي شيخ الظهر جماعة معارضة لمحمد من منطلق دين مختلف ومن الناس من يقول أعملنا بالله وباليوم الآخر لاحظ هذول الناس أمنوا بالله واليوم الآخر ولا وما هم بمؤمنين ما أعلنوا أبدا أن نؤمن بالله واليوم الآخر ولكن القرآن نرفض قالوا لا هذول غير مؤمنين يخالون الله والذين آمنوا أن هذول لا يتصفوا بالخدع لا هذول معهم مؤمنين وفي قلبهم مرض فزادهم الله مرض وأسكي لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أنما نحن مصلحون بمعنى أنت لا تشوشوا على محمد لا تقوموا تعملوا أشياء خاصة اللي يقوم فيها محمد الضربوا على محمد هذول معرضة ولا منافقين هذول بينكم سمطر أن هذول معرضة ولا منافقين بالظاهر هن فقط آمنوا بالله وفي اليوم الآخر ما أعلنوا إيمانه بمحمد يبقى هم معرض نعم معرض على المكشوف يعني النص يقول بشكل مكشوف هؤلاء الناس يرفضون رفضها قاطعا وعلى هم خط مختلف وقالوا لا تفسدوا في الأرض قالوا أنما نحن مصلحون وقت نظرهم مختلف مختلفة إذن هؤلاء الناس يمثلون جماعة دينية مختلفة عن جماعة محمد بمعنى هؤلاء الناس منافسين لجماعة محمد ولكن محمد في الختام تمكن من انتصار عليهم وقت الساحة واشتفظهم من جزورهم وسمهم منفقين المجموعة الثانية هاي اللي ممكن نعتبره منافقين بالمعنى الحقيقي واصلقوا الذين آمنوا هاي المجموعة قالوا آمنا وأزخلوا إلى الشياطين قالوا أنما نحن مستاذيون هاي مجموعة يمكن يكون في عنده نوع من الجبن أو انتهازية ودي صح هاي صفة حقيقية هؤلاء الناس يجوا عن المسلمين قالوا نحن مؤمنون مع المجموعة الأخرى قالوا نحن نستاذي بهم هؤلاء الناس ممكن نسميهم انتهازيون ممكن نعلم عنهم منافقون ولكن في الواقع هؤلاء الناس لم يكونوا مؤمنين في دين آخر على عكس الجماعة الأولى من المعارضة يبقى إذن محمد قسم الناس مسلمين آل كتاب كفار منافقين نعم السؤال بقى المنافقين دولا حيروحوا فين المنافقين مصيرهم بما أني دائما دائما نحن نعرفه في علم السياسة دائما لما يكون في حزب معين ومنقسم الحزب بالرأي بصير العدو الأكبر هو الحزب الأخرى على سبيل المثال أيام سوريا والعراق لما كان في البلد كل النظاما يحكمان من قبل البعث فكان أكره الشيعة البعثي في العراق الذي في سوريا والعكس لأنه عندما يكون فيه شخص موجود معارض إليه ولكن يمثل نفس الفكرة أنا فرضاً مسلم وجاء شخصاً بالجاه هو الإسلام فبيصير عدوي الأكبر بالزف فبما أنه كانوا المنافقين بين قوسين أو المعارضة يمثلون مذهب ديني معارض لمحمد فصروا عليه الخطر الأكبر فعتبروا في القرآن هم أسوأ الناس مصيرهم في النار يعني صاروا كانوا أسوأ من اليهود وأسوأ من النصارى وأسوأ من كل الناس يقول القرآن سماهم وبالحرف في الدرك الأسفل من النار اعتبر المنافقين قال إنهم في الدرك الأسفل من النار يعني أسوأ الصفات أو أسوأ العواقب ليست لليهود وليست للمسيحين ولكن للمنافقين للجماعة اللي عارضت من محمد من موزور ديني يبقى المعارضة هم في الدرك الأسفل من النار يعني ممكن نبدل كلمة المنافقين اللي بيقصد بيها المعارضة إنهم في الدرك الأسفل من النار المعارضين لمحمد من طلق ديني مختلف نعم في حاجة أنية تحب تضفها فقط لا ولكن نحن الخطأ يمكن اللي تعودنا أني عممنا كلمة النفاق على كل الشخص عارض محمد بينما في الواقع العملي كان في فترة محمد مجموعة من الناس عارضت محمد وسميت المنافقين ظلما وبهتانا ومجموعة فعلا أني يمكن أن نطلق على المنافقين ولكن المنافقين بشكل عام لم يكنوا منافقين لأنه كانوا يصدون بشكل ظهر يستكبرون بشكل ظهر يعارضون محمد بشكل ظهر ويستهزئون بفشل المسلمين بشكل ظهر لم يكنوا يعملون سرا شكرا يا أخي مالك وأنا عايز أسألكم مع أولى المنافقين هم المعارضة يعني بالمنطق كده ما تجيش فنشوفكم في الحلقة القادمة من قرآن دراسة ترجمة نانسي قنقر